اشتركوا في القناة اوضحوا عننا بهمة أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم أن تعلم الغيوب وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله تعالى بكل خير وعافية وأمن وسلامة وإسلام إن شاء الله يوم موفق كل واحد في العمل تعو لره في بيته توفق للجميع إن شاء الله رب العالمين أحبتي في الله كل بني أدم خطأ كل بني أدم خطأ وكامل عدنا أخطأ وكامل عدنا أخطأ بعض الأخطأ اللي من حبوا حتى واحد يعرفهم هذه الأخطاء لا يطلع عليها أحد من الناس ونزعفه إذا كان الناس عرفه أو سمعه فهذه قاعدة علينا أن نسير عليها إذا أردت أن تستر وأن لا تفضح فعليك أن لا تفضح الناس عليك أن تستر الناس من ستر عورة مريء ستر الله عورته يوم القيامة ومن تتبع عورة مريء تتبع الله عورته حتى يفضحه ولا حول ولا قوة إلا بالله إياك أخي المؤمن أختي المؤمنة إياك أن تحرص على تتبع عورات المؤمنين وعلى فضحهم النبي صاصم يقول أقيل أصحاب العثارات ربي سبحانه وتعالى من صفاته الستير يستر يستر العباد ربي ما يفضحش حتى يوم القيامة التائب من الذنوب يوم القيامة ربي ما يفضحوش هذه الذنوب لما يحاسبوا عليها يضع بينه وبين الخلق حجاب وستار حتى الناس ما يعرفوش يقول سترتها عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك يوم القيامة فإذا كان ربي ستير ورد في الحديث إن الله حي ستير يحب الحياة والستر إذا كان ربي سبحانه وتعالى كل واحد كل واحد منا مر بخطأ في حياته وفرح لما ربي ستر وإحمد ربي لما ربي ستر فعلاش تروح تفضح الناس علاش تروح تتبع عورات الناس تشيع الفاحشة حتى الناس هدول لهم غلطوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم معافى إلا المجاهرين يعني مدام الإنسان يبحث عن الستر فهو في عافية ولكن إذا تطاول على الخالق والخلق وجهر بالمعصية فهنا قد عرض نفسه للخطر وكان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب فاحشة الزنا وقع في ذنب ووقع في معصية فأشار إليه وإحنا عارفين باللي في في القرآن الكريم موجود حد الزنا وحد الزانية وحدهما الجلد فجاء أبو هزال هدى وأشار على الذي ارتكب فاحشة الزنا أشار إليه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعترف بفاحشته وبهذه الكبيرة التي ارتكبها فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرف شكون اللي بعثوا فقال في مفهوم الحديث يعني باش نفهم الحديث فقال يا أبو هزال يعني باش يلو كان انصحت وتاب بينه وبين الله خير أحسن هذا أفضل من سطر مؤمنا عورة من إنسة الله عورته يوم القيامة وتلك المرأة التي ارتكبت الفاحشة وكانت تأتي ويقولها النبي اذهب حتى تضعيه اذهب حتى كذا فكان النبي يريد منها أن تتوب ولا تعود إليه فالستر يا إخواني الكرام في خير وبركة ما تكونش أنت سبب في نقل عورة الناس حتى وتسمح حاجة ما يشمح على إنسان خلي توصل له هو من جهة أخرى ما تكونش أنت سباق تروح تنقل الفاحشة وتروح تنقل عيوب الناس وتنشرها بين الناس فاحذر من العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرة أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من كل سوء وأن يرزقنا وإياكم هذا الخلق العظيم الجميل السكر نسأل الله أن يستورنا في الدنيا والآخرة بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر